وأعطي الكلمة لسيد ماجد شوقيا رئيس الأسبق البورصة المصرية ورئيس التنفيذي لشركة بولتن المالية القابضة طبعاً يعني أحبب أسمع تعليق حضرتك سيد ماجد على ما سبق وأيضاً الجزئية الخاصة بالتطور التكنولوجي في التعامل في أسواق المال أو في القطاعات المالية غير المصرفية إزاي نقدر نحقق هذا الأمر؟ تفاضلي فهم شكراً جزيلاً طبعاً أنا لما نيجي نتكلم عن البورصة المصرية فلازم برضو نحط في إطار وفي ذهننا حاجة مهمة جداً إنه المنافسة إقليمية دلوقتي بالنسبة للبورصات موجودة بقت منافسة قوية جداً المنافسة دي توعملها موجودة بس ما ازددتش غير في الفترة الأخرانية من خمس ست سنوات إنه كل دولة أخذت إجراءات تفتح للسوق بتاعها للسسمار الأجنبي المختلف وبالتالي بقى فيه منافسة قوية مع السوق المصري اللي هو كان الوحيد اللي بيسمح ليه تواجد الأجنبي جواه دي النقطة من هنا نقدر لازم نقول إنه أي إجراء بنعمله أو أي خطة بنحاول نعملها للتطوير لازم نشوف الجيران بيعملوا إيه أو الأسواق اللي زينا المنافسة لنا بتعمل إيه ما فيش شك إنه التطور اللي حصل وأنا هتكلم يعني وأكد على كلمة دكتور خالد سيرس يوم من الاستقرار التشريعي ده مهمة جداً أنا دي ما مبقلق جداً لما نقول لازم أول حاجة من خطة الإصلاح أنه يبقى فيه تغيير تشريعي إلا ما يكون إنه حاجة فعلاً معرقلة طالماً هي الأمور مستقرة تشريعياً فأنا أفضل إنه عدم التغيير بالعكس أنا أعتقد المسألة بالنسبة للسوق المال المصري في العموم هي مسألة ثقافة الموظف اللي بتعامل مع الشركات ومع المستثمر أعتقد هي دي الأهم جداً لأنه النهاردة لو بنتكلم عن التكنولوجيا مالية وشمول مالي يعني إحنا بنتكلم تقريباً إنه الفترة اللي جاية حتشاهد أو هي ما زالت بتشاهد دلوقتي إنه التطبيقات والمنصات المدفوعات والإقراض بتنتشر في مصر جداً شباب مصري موهوب مبتكر النهاردة إحنا لو حبينا نبص على الشركات النشاء اللي هي الستارتابس إقليمياً حنلاقي مصر بتاخد فيها الريادة ومعظمها منصات مدفوعات وإقراض ده معناه إنه الأماشة بتاعة مصر في الفترة اللي جاية من الشباب هتكون اللي عايزة تروح للبورسة أو تعمل زيادة رؤوس أموال هتكون من هذه النوعات من الشركات وبالتالي لازم يكون عندي الموظف اللي قاعد في الرقابة اللي بيوافق على زيادة رؤوس مال اللي بيوافق على تعديلات في الشركة يكون عنده الفكر والثقافة دي بأكتر من أن يكون أنا عندي تشريع ينظمه وأنا أعتقد أنه مصر عندها الفرصة جيدة جداً لأنه لما نيجي نبص لكل الشركات النشاء الإقليمية تقييمتها ببتدي تزيد لما بيقول لك أنه نحن بنخش السوق المصري أو سعاد بيعملوا زيادات رؤوس أموال عشان يخش السوق المصري فده معناه إن السوق المصري سوق جوهري ومهم لدعم الشركة النشاء في تقييمتها وفي زيادة رؤوس الأموال في الخارج وبالتالي بالأولى نعمل كده للشركات النشاء بتاعتنا وبس حدي يعني في تجربة من كذا شركة نشاء أنا يعني متداخل فيها هي النقطة الأهم الحقيقة هو بتبتدي جوه مصر وبتبتدي التشغل جوه مصر وبتنمو جوه مصر إنما الدورة الزيادة رؤوس الأموال بتبقى في الأول بتبقى جاية من داخل مصر ولكن أول ما تبتدي تكبر بنلاقي الدورة الثانية والثالثة لزيادة رأس المال بتتعامل من خارج مصر آه شركة مصرية لكن الأموال بتبقى من خارج مصر آه فعلا الأموال دي لما بيعمل مثل زيادة رأس المال بتتضخ في الشركات اللي جوه مصر عشان الانتاج هذا صحيحي ولكن حركة زيادة رأس المال وحركة رأس المال ما حصلتش جوه مصر وأعتقد ده برضو رغم أنه في تشريعات وقوانين موجودة أنا أعتقد برضو هي محتاجة متعلقة جدا بالتدريب وثقافة الموظف اللي بتعامل مع شركة ناشئة يحاول يستوعب إزاي بتقييمها يوصل بالمنظر ده وهي مجرد تطبيق على موبايل الجزء الآخر اللي أنا شايفه يعني تردد كتير قوي وأنه دايماً بيجي بتحفز أو تعليق من الحكومة هو طرح الشركات في البورسة المصرية لتعميق السوق ودايماً بنذكر أنه التقييمات غير جاذبة طبعاً ده أكيد ومش من مفترض أنه وده بيشري مش بس على القطاع الحكومي وقطاع الخاص بالأكيد أنه برضو مش هيروح للسوق وهو بيطرح والتقييمات منخفضة ولكن يعني بتجارب قبل كده حصلت جوى مصر مش هقول في الخارج بتجارب قبل كده حصلت جوى مصر كان اللي بيحرك السوق في التروحات الحقيقة دايماً التروحات الحكومية وبالتالي لو افترضنا أنه من الواجب أنه يفيه طرحين ثلاثة قادمين مش بالضرورة زي ما قال سيد رئيس البورسة أنه مش بالضرورة تبقى كامل حصة لكن ممكن تبقى تدرجية الحركة الأولانية في الطلوع بالطرح ممكن يبقى تقييم منخفض أهمنه هي اجتزب أموال والاستثمارات وبالتالي طرح ينجح فيبتدي يدي انطباع إيجابي على السوق في الفترة اللي بعدها وبعد كده يتم بقية الشرائح للطرح تجربة مصر في تنشيط البورسة المصرية من أول التسعينات لغاية دلوقتي كانت دايماً لما نجي نبص على الفترات اللي بيعتبروها فترات حصل فيها نشاط وعمق وتداول واكتزاب السمارات الأجنبية كانت ببدايات من طروحات حكومية ثم تلاها القطاع الخاص كلام ده حصل في التسعينات في ستة وتسعين وسبعة وتسعين وكذلك حصل في 2004 و2005 واعتقد أنه لو قدرنا نقرر التجربة دي بشوية مش أقول تضحية بس بشوية حصص صغيرة بتقييمات قد تكون متوضعة بالنسبة للمستهدفات الحكومية ولكن هيكون عليها عائد أدبر مش في البعيد في القريب في الشرائح اللي بعد كده شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور ماجد شاوي شكرا لحضرتك